هذه هي الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى مخيم رجب الفهود وبلغ عددهم حوالي المئة معظمهم من الأطفال في حين تبلغ سعاته الافتراضية ضمن المرحلة الأولى نحو خمسمائة ألف لاجئ ولا تخلو جعبة القادمين على المخيم من قصص تحكي عما واجهوه يعني قصف دمار اغتصاب نساء عنا يعني كل شي العالم صارت تتخاف يعني حتى الأولو علاءة والمالو علاءة بالمصاهرات عم يأخذوا العالم كلها يعني ما عم يميزه هذا عم يطلع وهذا ما عم يطلع أما المخيم ذاته فقد تم تجهيزه بما يستطيع أن يفي بحاجات القادمين خاصة فيما يختص بالمرافق الهمة مثل الايادات الطبية ومدارس الأطفال والمطابخ إضافة إلى بعض المرافق الرياضية ومن المفترض أن يأوي المخيم الأردني الإماراتي اللاجئين السوريين الذين تتطلب حالاتهم عناية خاصة لما يتمتع به من بنية تحتية يفتقد إلى كثير منها في مخيم الزعتري تتزايد أعداد اللاجئين السوريين في الأردن يوما بعد يوم ورغم افتتاح مخيم جديد بمواصفات أفضل إلا أن مستوى الخدمات المقدمة لهم ما زال دون المستوى المطلوب إيادة جغبير سكاي نيوز عربية العزرق